بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثامن نعود إليكم من جديد ونستكمل معا دروس كتاب الرياضيات اليوم بإذن الله سأقدم دروس الوحدة السادسة ونبدأ بالدرس الأول بعنوان تحويل وحدات المساحة والحجم وهو من الدروس البسيطة والسهلة طبعا خلال هذا الدرس بإذن الله تعالى أو بعد أن أشرح أو أقوم بشرح الدرس لكم ستتمكن عزيز الطالب من التحويل بين الوحدات المترية المختلفة للمساحة وبين الوحدات المترية للحجم كما سيمكنك أن تصف الاختلاف بين السعة والحجم وتحول بين الوحدات المترية للسعة والحجم عفوا بداية نبدأ بشرح سلم التحويل بين الوحدات المترية ووحدات الحجم يعتبر طبعا من السلالم السهلة والتي يمكن حفظها بسهولة سابقا نعلم بأن سلم التحويلات يحتوي على أربع وحدات للتحويل بين وحدات الطول الوحدة الأولى هي المليمتر والسنتيمتر المتر ثم الكيلومتر طبعا للتحويل بينها الأرقام بسيطة جدا نبدأ برقم عشرة ثم مئة ثم ألف طبعا عند التحويل من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة أي عند النزول في سلم التحويلات نستخدم عملية الضرب أما العكس عند التحويل من الوحدات الصغيرة إلى الوحدات الأكبر فنستخدم عملية القسمة إذن بسهولة يمكن أن نستخدم نفس السلم ونحفظ عن طريقه سلم التحويل بين الوحدات المترية إذن سنحتاج هنا لثلاث وحدات هي المليمتر والسنتيمتر والمتر وسنقوم بتربيعها إذن المليمتر تربيع السنتيمتر تربيع المتر تربيع حسب ما موجود حتى في المساطر طبعاً ليه الرسم بهذه الطريقة إذن عندي للتحويل سأقوم بتربيع الأعداد 10 تربيع أي 10 في 10 100 تربيع أي نضرب 100 في 100 ألف تربيع أي نضرب ألف في ألف إذن سيصبح التحويل عبارة عن 100 ثم ألف ثم عشرة حفواً عشرة آلاف ثم مليون نكتفي فقط بالتحويل بين المتر تربيع والسنتيمتر تربيع والمليمتر تربيع بنفس الطريقة عندما أنزل على سلم التحويلات استخدم عملية الضرب عندما أصعد في سلم التحويلات استخدم عملية القسمة أي عند التحويل من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة نستخدم الضرب أما العكس فنستخدم عملية القسمة بنفس الطريقة وحدات الحجم إذن سنقوم بتكعيب الأرقام إذن مليمتر تكعيب سنتيمتر تكعيب وسنضيف هنا المتر تكعيب إذن متر تكعيب إذن عشرة المليمتر تكعيب للسنتيمتر تكعيب سيكون عشرة تكعيب أي نضرب العشرة في نفسه ثلاث مرات يصبح العدد ألف نضرب المئة ثلاث مرات فيصبح العدد مليون بعد طريقة إذن وبنفس الطريقة نحول عند النزول بعملية الضرب وعندما أصعد في سلم التحويلات أستخدم عملية القسمة بهذه الطريقة يمكن أن نحفظ سلم التحويلات بين وحدات المترية ووحدات الحجم بسهولة نستعرض الآن معا نستعرض الآن معا مجموعة من الأمثلة هو التمارين ونقوم بتطبيق القاعدة التي تعلمناها قبل قليل إذن لدي مسألة أو تمارين مختارة من كتاب الطالب في صفحة 102 وصفحة 103 والسؤال على الحول السؤال حول مباشرة نريد أن نحول واحد وخمسة وستين من مئة متر تربيع إلى سنتيمتر تربيع أي أننا سنهبط في سلم التحويلات سنهبط في سلم التحويلات بهذه الطريقة نستعين بسلم التحويلات لدي سلم التحويلات إذن مليمتر تربيع سنتيمتر تربيع متر تربيع فتصبح عندي الأرقام مئة ثم ألف أو عشرة آلاف إذن للتحويل من متر تربيع إلى سنتيمتر تربيع سنضرب سنستخدم عملية الضرب مباشرة نضرب العدد واحد وخمسة وستون ضرب عشرة آلاف إذن بمعنى عملية الضرب وضرب في قوة العلد العشرة أخذنا الدرس سابقاً من خلال الوحدة الثانية فيمكن تحويل الفاصلة العشرية باتجاه اليمين أربع خطوات أو بإمكانك الاستعانة بالآلة الحاسبة فيصبح الناتج بهذه الطريقة إذن سنحرك الفاصلة أربع حركات وسنضيف صفرين في الأمام فيصبح العدد ستعشر ألف وخمسمائة سنتيمتر تربيع هذه هي المسألة الأولى أو حل المسألة الأولى ننتقل إلى مسألة أخرى ضمن الشرائح الموجودة عندي نريد أن نحول ثمانية من عشرة تربيع سنتيمتر تربيع إلى متر تربيع إذن العكس في سلم التحويلات إذن العكس في سلم التحويلات سنستخدم عملية القسمة ثمانية من عشرة تربيع تقسيم سنقسم على عشرة آلاف نقسم على عشرة آلاف بصبح العدد إذن سنحرك الفاصل العشرية في اتقاه اليسار أربع خطوات أو أربع حركات فيصبح الناتق ثمانية وخلف الثمانية أربعة أصفار بهذه الطريقة متر تربيع إذن هذه مجموعة من المسائل الموجودة في كتاب الطالب وسيكون الحل بهذه الطريقة استعرض مسألة أخرى أيضا أربعة من عشر سنتيمتر تكعيب إلى مليمتر تكعيب إذن هنا سنحتاج إلى سلم التحويل بين وحدات الحجم بنفس الطريقة لدي مليمتر تكعيب سنتيمتر تكعيب متر تكعيب إذن التحويل هنا سيكون ألف وهنا سيكون عندي مليون حسب الأرقام التي شرحتها سابقا واضح؟ إذن أريد أن أحول من سنتيمتر تكعيب إلى مليمتر تكعيب سأستخدم عملية الضرب أستخدم عملية الضرب إذن نضرب العدد الموجود أربعة من عشرة ضرب ألف سنضرب في ألف حسب الرقم الموجود هنا نضرب في ألف إذن سنحرك الفاصلة العشرية باتقاه اليمين في عملية الضرب أربع خطوات فيصبح العدد أربعة أربعمائة عفواً يصبح العدد أربعمائة أنه عندي حركة الفاصلة العشرية أربع خطوات أو عفواً ثلاث خطوات مليمتر تكعيب واضح الرقم أو بهذه الطريقة نحل مسألة لدي مسألة أخرى أربعة آلاف مليمتر تكعيب إلى سنتيمتر تكعيب إذن بالعكس سنستخدم عملية القسمة نستخدم عملية القسمة أربعة آلاف تقسيم إذن سنستخدم الألف ونحرك الفاصلة العشرية باتقاه اليسار فيصبح العدد أربعة سنتيمتر تكعيب هذه عمليات التحويل ونستعين بسلالم التحويل لحل المسائل بطريقة بسيطة وسهلة نكمل الآن لدي مجموعة تمارين أخرى من كتاب الطالب بنفس الطريقة سنقوم بحلها حلا سريعا إذن لدي هنا سأرسم معا وهو وحدة تحويل الحجب المتر تكعيب سنتيمتر تكعيب ومتر تكعيب بنفس الطريقة هنا عندك ألف وهنا مليون أما سلم التحويل بين وحدات المترية الحجم إذن ملي متر تربيع سنتيمتر تربيع متر تربيع تكون الأرقام عبارة عن مئة ثم عشرة آلاف قاد إذن نريد أن نحول المسألة الأولى أربعة آلاف ومتين سنتيمتر تربيع إلى متر تربيع بهذه الطريقة إذن سنقسم أربعة آلاف ومتين قسمة عشرة آلاف قسمة عشرة آلاف يمكن أن نستعين بالآلة الحاسبة أو يمكن من خلال تحريك الفاصل العشرية فيصبح العدد اثنان وأربعون من مئة بنفس الطريقة عشرين ملي متر تربيع إلى سنتيمتر تربيع إذن سنستخدم لعملية القسمة أيضا للتحويل سنقسم عشرين ملي متر تربيع على مئة ويصبح الناتق اثنين ملي مئة أما المسألة الثالثة خمسة وسبعين متر تكعيب إلى سنتيمتر تكعيب بهذه الطريقة إذن عند النزول أو عند التحويل من الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة نستخدم عملية الضرب إذن سنضرب العدد خمسة وسبعين في مليون خمسة وسبعين طبعا ونحرك الفاصل العشرية في اتقاه اليمين ست خطوات إذن سنضيف أمام الخمسة وسبعين أربعة أصفار سنتيمتر تكعيب هذا عندي مجموعة من التماري المختارة من كتاب الطالب مسألة تحويل مباشرة ونستعين دائما برسم سلالة من التحويل حتى تسهل عملية الحل لدي أيضا التحويل بين وحدات السعة في كتاب الطالب لدي التحويل بين وحدات السعة نلاحظ أن كل ألف سنتيمتر مكعب يساوي ألف ملي لتر مكعب وهو ما يساوي اللتر الواحد أيضا يساوي اللتر الواحد أيضا لدي مجموعة من مسائل التحويلات المباشرة مساء المختارة من كتاب الطالب في صفحة 103 في التمرين الثالث إذن 60 سنتيمتر التكعيب إلى ملي لتر نعلم أن السنتيمتر التكعيب والملي لتر متساويان في ساوي 60 ملي لتر لا أحتاج للتحويل هنا 4700 سنتيمتر تكعيب إلى ملي لتر بنفس الطريقة يعطي 4700 ملي لتر 2400 سنتيمتر تكعيب إلى لتر سنحتاج للتحويل طبعا كما تعلمنا سابقا أنه كل 1000 سنتيمتر تكعيب يساوي واحد لتر إذن حتى أحول سأقسم استخدم عملية القسمة عبارة عن واحد لتر مثل واحد لتر إذا حتى أوجد الناتج 2400 سنتيمتر تكعيب نقسم لأن كل 1000 سنتيمتر تكعيب يساوي لتر واحد إذن 2400 تقسيم 1000 فيصبح الناتج عبارة عن 24 سنتيمتر عفوا 24 من 100 لتر باللتر إذن لدي أيضا ثلاثة لتر إلى سنتيمتر تكعيب سيكون العكس ثلاثة لتر إلى سنتيمتر تكعيب سنستخدم عملية الضرب فنضرب ثلاثة ضرب 1000 فيكون عبارة عن 3000 سنتيمتر تكعيب إذن عند التحويل بين وحدات الساعة لديه فقط وحدة اللتر ووحدة السنتيمتر تكعيب ووحدة المليلتر السنتيمتر تكعيب والمليلتر متساويان دائما إذا أعطيك المسألة بالسنتيمتر تكعيب فهي تساوي بالمليلتر أما نحتاج للتحويل إذا كان من ملي لتر إلى لتر أو من سنتيمتر تكعيب إلى لتر فقط هذا ما نحتاج للتحويل في وحدات السعة الآن سنتعلم ونلعب معا عند رحلة البحث عن الكنز طبعا سنحاول إجابة على جميع الأسئلة للحصول على الكنز مثلما شرحت سابقا كيفية التحويل بين وحدات المساحة ووحدات الحجم نبدأ بالمرحلة الأولى المرحلة الأولى نريد أن نحول ثمانية من عشرة متر تربيع إلى سنتيمتر تربيع أي من وحدة كبيرة إلى وحدة صغيرة فماذا سنستخدم؟ سنستخدم عملية الضرب إذن لدي خيارين الخيار الأول ثمانية من عشرة آلاف والخيار الثاني ثمانية آلاف نعلم أن عملية الضرب عملية الضرب هي التي تزيد الأصفار أمام العجد إذن ستكون الإجابة ثمانية آلاف رائع عزيز الطالب الآن بإمكاننا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية للحصول على الكنز إذن المرحلة الثانية حول أيضاً 480 ألف سنتيمتر تكعيب إلى متر تكعيب إذن المسألة تحويل من سنتيمتر تكعيب إلى متر تكعيب من وحدة صغيرة إلى وحدة أكبر منها إذن سأحتاج إلى عملية القسمة نقسم على كم؟ إذن أنا لدي هنا الوحدات المكعبة الوحدات المكعبة إذن سنقسم على مليون سنقسم على مليون على عدد يحتوي على ستة أصفار إذن ستكون الإجابة هل هي ثمانية وأربعين من مئة أم ثمانية وأربعين؟ نوجد الناتق ولا نستعقل في الاختيار إذن أربعة آلاف عفواً أربعمائة وثمانين ألف هذه الطريقة نقسم على مليون إذن بإمكاني يستخدم نية طريقة زريعة أربعة أصفار مع أربعة أصفار والفاصلة العشرية بعد رقمين والفاصلة العشرية بعد رقمين إذن الإجابة الصحية ستكون هي الإجابة الأولى رائع إذن بإمكاننا الآن ننتقل للمرحلة الثالثة للحصول على الكنز حول 2500 سنتيمتر تكعيب إلى ملي لتر من أفسد وأسهل المسائل لأن سنتيمتر تكعيب يساوي الملي لتر فلا أحتاج إلى التحويل هنا فسيكون الناتق 2500 ممتاز عزيز الطالب لقد حصلت على الكنز في إجاباتك الصحية رائع إذن سنأخذ مجموعة من المسال اللفظية الموجودة في كتاب الطالب في الصفحة 103 لدي مسال اللفظية تتحدث عن أرضية مطبخ شادية على شكل مستطيل وأعطى الطول عبارة عن 925 سنتيمتر والعرض عبارة عن 485 سنتيمتر والمطلوب في السؤال الأول أوجد مساحة أرضية مطبخ شادية بالمتر المربع وننتبه إلى المطلوب إيجاد المساحة بالمتر المربع والأطوال في المسألة بالسنتيمتر إذن سنحتاج إلى سلم التحويلات وسنحتاج إلى التحويل من السنتيمتر إلى المتر سواء كان قبل البدء في إيجاد المساحة أو بعد ذلك ثم سنوضح كيفية استخدام التقدير للتحقق من صحة إجابته إذن لحل المسألة لدي الطول في المسألة الطول عبارة عن 925 أما العرض فعبارة عن 485 بالسنتيمتر الأطوال أعلم أن قانون مساحة المستطيل عبارة عن حاصل ضرب الطول في العرض إذن سنضرب الرقمين في بعض 925 ضرب 485 نستخدم الآلة الحاسبة بما أن الأرقام لديه نوعا ما أرقام كبيرة فاستخدم بالآلة الحاسبة 925 وأضرب العدد في 485 يصبح العدد عبارة عن 448 ألف وستمائة وخمسة وعشرين سنتيمتر تربيع والمطلوب طبعا المساحة بالمتر المربع إذن حتى نحول من سنتيمتر تربيع إلى متر تربيع أستعين دائما بسلم التحويلات حتى يبسط لحل المسألة أعلم أن التحويل من سنتيمتر إلى متر عبارة عن 100 الرقم بينهما كل 100 سنتيمتر عبارة عن متر إذن أريد أن أحاول وحدات مترية أربع أربع المئة يعني أضرب 100 في 100 فضيف صفرين إذن عند التحويل من سنتيمتر تربيع إلى متر تربيع من وحدة صغيرة إلى وحدة كبيرة نستخدم عملية القسمة إذن سنقسم العدد 448625 تقسيم عشرة آل إذن نحرك الفاصل العشرية باتقاه اليسار أربع حركات فيصبح العدد عبارة عن 448625 من عشرة آلاف متر ربع بهذه الطريقة حل المسألة أما استخدام التقدير للتحقق من صحة الإجابة فلدي الأطوال 925 عندما أقرب إلى أقرب 100 عبارة عن 900 أما العرض إلى أقرب 100 فعبارة عن 500 عندما أضرب مساحة المستطيل مساحة المستطيل مرة أخرى بعد التقريب عبارة عن 900 ضرب 500 فيصبح العدد عبارة عن 45 وأمام أربعة أصفار ونقارن بين الرقمين الرقم الأول عبارة عن 448625 الرقم بعد التقريب عبارة عن 450 ألف نلاحظ أن الرقمين قريبات من بعض نكمل الآن حل ما تبقى من السؤال يكلف بلاط الأرضية 10 ريالات للمتر المربع كم تدفع شادية لشراء أرضية مطبخها وإذا علمت أن المتر المربع يباع بالأعداد الصحيحة إذن نريد أن نقرب بعد أن نوجد الناتج نقرب إذن حتى أوجد التكلفة الآن التكلفة مساحة المستطيل أو مساحة الأرضية عبارة عن 44 ألف تقريبا عبارة عن 44 و 8625 وقربها تقريبا عبارة عن كم عندما ننظر إلى الثمانية بفئة الأعداد الكريمة يعطي الأربعة واحد فسيصبح العدد تقريبا 45 متر مربع إذن التكلفة ستكون عبارة عن حاصل 45 ضرب 10 ريالات لأن المتر الواحد يكلف 10 ريالات إذن ستدفع شادية 450 ريالا ثمنا لشراء البلاط لأرضية المطبخ هذه هي المسألة الموجودة في كتاب الطالب لدي مسألة أخرى أيضا في كتاب الطالب في صفحة 103 سيطلي نبيل بابا تبلغ أبعاده 195 سنتيمتر و 74 سنتيمتر وسيطلي كل جانب بطبقتين من الطلاع تغطي علبة واحدة من الطلاع 5 متر تربيع نريد أن نعلم أو نريد أن نعرف كم علبة الطلاع سيحتاج نبيل أن يشتري حتى يطلي الباب إذن حتى نطلي الباب لدي مستطيل أو لدي باب أبعاده 195 و 74 سنتيمتر إذن لدي الطول بنفس الطريقة 195 سنتيمتر أما العرض فهو عبارة عن 74 سنتيمتر إذن نوجد أولا مساحة الباب مساحة الباب عبارة عن حاصل ضرب الطول في العرض 195 ضرب 74 ونستعين أيضا بالآلة الحاسبة لإيجاد الناتق بسهولة إذن الناتق عبارة عن 195 ضرب 74 الناتق الناتق عبارة عن 14430 14430 سنتيمتر تربيع في المسألة الطلاء بالمتر المربع وليس بالسنتيمتر المربع إذن نحتاج للتحويل من السنتيمتر المربع إلى المتر المربع بنفس الطريقة التي استخدمناها في المسألة الأخرى سلم التحويلات من السنتيمتر إلى المتر نعلم أن كل مئة سنتيمتر تحتوي على متر واحد إذن نريد أن أحول وحدات مترية مربعة إذن سنقسم على 10,000 فيصبح الناتق مساحة الباب مرة أخرى لكن هذه المرة بالمتر المربع عبارة عن 14,430 تقسيم 10,000 سنحرك الفاصل العشرية في اتقاه اليسار أربع حركات إذن يصبح الناتق 1 و 440 متر مربع هذه بالنسبة لمساحة الباب بالمتر المربع ركز ما يعديه حزيز الطالب أن نبيل سيطلي كل جانب بطبقتين من الطلاب طبعا نعلم أن الباب يحتوي على جانبين جانب داخلي و جانب خارجي و كل جانب سيطلى بطبقتين يعني معناته أن نبيل سيطلي كل جانب مرتين سيصبح المجموعة أربع مرات في الطلاب إذن ستكون المساحة مرة أخرى بما أنه سيطلي كل جانب مرتين نضرب أربعة في العدد أو في مساحة الباب عبارة عن أربعمائة و ثلاثة و أربعين و نستخدم أيضا الآلة الحاسبة للتسهيل أو لإيقاد الناتق بسهولة إذن لدي العدد عبارة عن أربعة ضرب واحد و أربعمائة ثلاثة و أربعين يصبح يصبح الناتق عبارة عن خمسة و سبعمائة و اثنان وسبعون متر مربع إذن مثل ما نلاحظ أن علبة الطلاء الواحدة تكفي لخمسة متر مربع وظهرت لدي المساحة الآن عبارة عن خمسة و سبعمائة و اثنان وسبعين إذن كم سيحتاج نبيل لطلاء الباب إذن سيحتاج نبيل إلى علبتين حتى يطلي الباب بالكامل هذه هي المسألة النفضية الموجودة في كتاب الطالب بطريقة الحل الآن وضحتها لكم لدي مسألة أخرى من كتاب الطالب في صفحة مية و أربعة يمتلك عبد العزيز حوض أسماك تبلغ أبعاده خمسة وسبعون سنتيمترا في خمسة واربعين سنتيمتر في خمسة وثلاثين كما يتضح في الرسم يتضح لدي الارتفاع خمسة وسبعون خمسة واربعون وخمسة وثلاثون كما أن لدي إبريقا سعته واحد وخمسة وسبعون لتر يستخدم الإبريق لملع حوض الأسماك بالماء السؤال الآن كم عدد المرات نحتاج أن نعرف كم حجم الإناء أو كم حجم الحوض الذي لدى عبد العزيز إذن حتى نوجد الحجم يجب أن نضرب الأبعاد الثلاثة حجم متوازي مستطيلات إذن نضرب الطول في العرض في الارتفاع أي سنضرب الأبعاد الثلاثة خمسة وسبعين في خمسة واربعين في خمسة وثلاثين إذن في البداية سنوجد حجم الحول حجم الحول عبارة عن حاصل ضرب 75 في 35 في 45 وسنستخدم الآلة الحاسبة ليجاد الناتق إذن لدي الآلة الحاسبة 75 ضرب 35 ضرب 45 يصبح الناتق عبارة عن 118125 سنتيمتر تكعيد أعود مرة أخرى لقراءة المسألة كما أن لديه إبريقا سعته 1.5 لتر نلاحظ أن الوحدة المستخدمة هنا لتر إذن أحتاج للتحويل من سنتيمتر تكعيب إلى لتر إذن للتحويل من سنتيمتر تكعيب إلى لتر نستخدم عمليات الحسمة لأن نعلم أن كل ألف سنتيمتر تكعيب عبارة عن لتر واحد فقط عبارة عن واحد لتر إذن سنقسم الناتق نوجد حكم الحوض الآن باللتر حكم الحوض باللتر نقسم الناتق 118125 تقسيم ألف إذن نحرك الفاصل العشرين في التقاه اليسار ثلاث خطوات أو بإمكانك الاستعانة بالآلة الحاسبة إذن يصبح الناتق عبارة عن مئة وثمانتعشر وثمانتعشر من ألف لتر هذه حجم الحوض باللتر إذن كم عدد المرات إذا كانت سعة الإناء الذي يستخدمه يستخدمه عبد العزيز عبارة عن واحد وخمسة وسبعين من مئة لتر نقسم استخدم عملية القسمة لإيجاد عدد المرات كم مرة سيأتي به الأبريق حتى يملأ الحوض بالماء إذن لدي الحجم بالكامل ولدي حجم الإناء مرة واحدة فأستخدم عملية القسمة أقسم العدد أقسم العدد على حجم الإناء حجم الإناء إذن واحد وخمسة وسبعين إذن عدد المرات عدد المرات التي يحتاجها عبد العزيز نقسم الحجم بوحدة اللتر على حجم أو سعة الإناء واحد وخمسة وسبعين وسنستعين أيضا بالآلة الحاسبة لإيجاد الناتق إذن لديه الناتق واحد نكتب الناتق من اليسار إلى اليمين في الآلة الحاسبة ونقسم على واحد فاصل خمسة وسبعين يطلع يحتاج عبد العزيز إلى سبعة وستين ونصف مرة حتى يمله الحوض بأكمله بالماء هذه بالنسبة لأسئلة درس التحويل بذلك نصل عزيز الطلبة إلى نهاية درس التحويل بين الوحدات المترية استعرض فيه مجموعة من المسائل المختلفة للتحويل بين الوحدات المترية ومجموعة من المسائل اللفظية لاستخدام سلالم التحويل بين وحدات المترية أو وحدات الحجم أو وحدات السعة إذن عزيز الطالب بذلك نكون قد استعرضنا الدرس الأول من الوحدة السادسة التحويل بين وحدات المساحة والتحويل بين وحدات الحجم والتحويل بين وحدات السعة استعرضنا فيه مجموعة من مسائل التحويل المباشرة كما استعرضنا فيه مجموعة من مسائل اللفظية وطريقة حلها وكيف نستفيد من سلالم التحويل في التحويل بين الوحدات المترية إذن نلتقي مجددا في درس آخر من دروس الوحدة السادسة لقائي تجدد للميلاه المترجم للقناة